تتلاحق موجات كورونا وتتعدد متحوراته والسلالات تواجه مستشفيات فرنسا صعوبة كبيرة في الحفاظ على عدد كاف من الممرضين والأطباء بعضهم أنهكه العمل المتواصل منذ عامين تقريبا وآخرون ما عادت تغريهم مهنة يعتبرون أنها تعرض حياتهم للخطر أما البقون فقد استقالوا مسلمين ثوبهم الأبيض للنجاة بأنفسهم وفي محاولة لوقف نزيف الاستقالات أعلن رئيس الوزراء جون كاستيكس أن الحكومة قررت زيادة رواتب العاملين في أقسام العناية الفائقة بواقع 100 يورو وهو إجراء سيشمل 24 ألف شخص في إحصاء رسمي استقال 1300 طبيب وممرض من وظائفهم منذ بدء جائحة كورونا قمنا بجولة داخل مستشفى سان لوي في فرنان بمنطقة نورماندي حيث قيل لنا أنه لن يكون سهلا على المستشفيات الصمود في مواجهة ربع مليون إصابة يوميا وهو عدد توقعه وزير الصحة عبء العمل تطور كثيرا بعد الجائحة كان علينا الاهتمام بمرضى كورونا مع استهلاك غير اعتيادي لأدوية معينة وما رافق ذلك من توتر حول تزويدنا بهذه الأدوية ثم كان ظهور اللقاح وما رافقه من طلب منتجات جديدة وأدوية كان يجب وضعها بسرعة بتصرف مراكز التلقيح أنتوان الأشقر الاختصاصي في الأمراض الصدرية شرح لنا صعوبة العمل في ظل النقص الكبير في عدد أفراد الجسم الطبي هناك أزمة في مستشفيات فرنسا تستدعي يد عاملة طبية أجنبية للعمل في المستشفيات وهذا تفاقم مع وضع الكوفيد مع تعب الجهاز الصحي من ممرضين ومساعدين ممرضين وطباء نحن على الجبهة منذ سنتين تخشى أوساط طبية من تكرار سيناريو العام الماضي عندما اضطرت مستشفيات في باريس والشرق الفرنسي إلى نقل بعض مرضاها إلى مستشفيات تقع في مناطق ينخفض فيها مستوى الإصابات وقد تدخل الجيش حينها للمساهمة في عمليات النقل جوا أو عبر قطارات حسين قنيبر الحدث من مدينة فرنون النورماندي فرنسا ترجمة نانسي قنقر